بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد الإثانول تركيزه أقل من 50% بيكون عديم الفائدة طيب حد هيقول طيب ما نستخدمه مركز بالنسبة 96% وخلاص عشان يبقى أكثر فاعلي هقول له الموضوع مش كده إطلاقا لأن وجود الماء مع الكحول هو أمر بلغ الأهمية في تدمير وتثبيت الكائنات الحية الضقيقة المسببة للأمراض وده لأن الماء بيعمل كعمل محفز وله دور رئيسي في تشويه بروتين أغشية الخلايا وده ليخلي المحلول تركيزه 70% يختار الجدار الخلية بشكل أسرع وكمان وجود الماء يبطئ من تطير الكحول وبالتالي هيزيد من وقت التلامس السطحي مع الجراثيم واللي بالتأكيد هيزود من فعالية الكحول فالمحلول اللي تركيزه أكثر من 70% ربما هيقتل بعض مسببات الأمراض من البكتيريا والفيروسات والفطريات لكنه هيحتاج وقت أطول من التلامس السطحي مع الجراثيم وكمية أكبر من الكحول وده طبعا اللي هيزود من وقت وفرص الجراثيم في إكمال مهمته وهو ده بقى اللي بيخلي محلول الكحول اللي تركيزه 50% والغير مرغوب فيه طبعا يقتل بعض أنواع البكتيريا في أقل من 10 سوان وبيخلي المحلول اللي تركيزه 96% أيضا غير فعال وده زي ما قلنا لأنه هيحتاج فترة تلامس سطحي مع الجراثيم تزيد عن ساعتين شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته